الخبرين المهمين اللي قد عايز أتكلم فيهم في ترند الترند ولكن التعليل اللي عايز أتكلم عليه وهو متعلق بنتاج الأهلي في كأس العالم للأندية انبارح فيه ناس كان عندها إصرار واهتمام قوي بفكرة الإحصائيات تقول الأهلي اللي عايز في كأس العالم للأندية سبع مرات كسب كم مرة خسر كم مرة جاب كم هدف أو أحرص كم هدف ودخل مرمى أو مونيا مرمى بكم هدف الإحصائية تحس أنه عايز يقولك إيه يعني أنت بتشارك في البطولة لكن نتاجك كلها سلبية عارفين كده عاملين زي الطالب اللي مش ناجح وبيبص على واحد متفوق ومحقق كل الدرجات النهية وخد الشهادة الجامعية وبيناش رسالة الدكتوراه بس هو بيناش رسالة الدكتوراه ما قدرش يحصل على الماجستير أو الدكتوراه فيقولك إيه دفاش اللي ما خدش الدكتوراه طب ما أنت حضرتك إيه يعني أنت اللي كاتب الإحصائية وبتتكلم على النتائج في الإحصائيات طب وانت حضرتك إيه هل أنت ناجح يعني؟ ما أنت أصلا ما خدت السنوية عامة ما وصلتش للإعدادية إزاي تتكلم على إحصائية؟ ده أنت بتشارك في حدث ومحفل دولي كبير كاس عالم أندية للمرة السبعة أكتر نادي لعب مباراة في البطولة جمهور الأهل وصل لمرحلة بقى بينافس وتموحوا يلعب نهائي كاس عالم أندية مرة بنلعب مع بايرن ميونيخ مرة عايزين نلعب فينال مع تشيلسي إذا كسب الهلال وغيره 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 ولعبنا قبل كده فرقة كبيرة في اليابان في الفترات السابقة مش عارف ليه بحس دايما أن فيه ناس عايزة تطلعنا من الحالة الإيجابية اللي إحنا كلنا عايشينها بعد مشاركة منتخبنا الوطني في كاس أمم إفريقيا مش عارف ليه ناس كده حريصة أن هي ده خدنا دايما للترندات السلبية لما بتتكلم على مشاركة لفريق مصري بمثل مصر وقرة أفريقيا والعرب في منديال زي دايكاس العام الأندية تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا وبوجود رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو انتهينا عندك إحصايات وأرقام وعنوين ممكن تقولها تضرب بها المثل على مشاركة فريق كبير زي النادي الأهلي لكن ليه دايما عايز تصدر رسالة سلبية رقمية على مشاركة الأهلي شارك أنت بس مرة واحدة يعني اللي كتب ده أو اللي بيشير لي ده يشارك بس مرة واحدة ياخد الإعدادية والسنوية قبل ما يتكلم على اللي بيناش الدكتوراء أو الماجستير رفقا بالجمهور لأن احنا عايزين نكمل الحالة الإيجابية اللي احنا عايشين عليها بعد مشاركة منتخبنا في كاس أمم إفريقيا في الكاميرون ونتمنى نكمل على الترندات الإيجابية بلاش بعض الناس اللي دايما عايزة تركب الترند السلبي أرجوكو كل واحد يتحمل مسؤولياته سواء إعلامي أو صحفي أو مسؤول طيب الجزء الثاني